بدأت جلسة اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي بجلسة حول رفاهية الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية التجربة المصرية في المدن القديمة والجديدة هذا وتصدف مصر أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى كأول دولة إفريقية منذ عشرين عاما تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى بمشاركة أكثر من ثلاثين ألف شخص ومائة وسبعين وزيرا من مختلف دول العالم تتواصل فعليات المنتدى الحضري العالمي حيث بدأت جلسات اليوم الثاني بجلسة حول رفاهية الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية التجربة المصرية في المدن القديمة والجديدة هذا المنتدى مهم جدا ده رقم اثنين على أجندة الأمم المتحدة كان فيه افتتاح رسمي بالأمس بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي احنا قبل هذا المنتدى كان عندنا اسبوع القاهرة الحضري للتمهيد للمنتدى كان عندنا أكثر من فعالية فعالية في المتحف المصري ثم انشاء فراغ عام في مدينة الأصمرات ثم مارسون ثم لقاءات كثيرة جدا ومبادرة جودة الحياة مع أشقائنا للسعوديين والأمس كان الافتتاح والنهار ده أول يوم بقى في النقاشات والحوارات وتبادل الخبرات اللي بيننا وبين الوفود الأخرى فعاليات مهمة جدا بدأنا نطلع من الجانب الرسمي في الوف إلى جانب المناقشات المهمة من كافة أصحاب المصلحة لعرض تجارب فالنهار ده هتلاقي فيه مدن مصرية بتاعه التجاربها كان عندنا جلسة دلوقتي على المدن الجديدة والمدن الأديمة على تحسين الخدمات إزاي نقدر نقدم الخدمات بشكل أحسن للمواطن إزاي مصر دلوقتي قدرت توصل لمرحلة أنها توحد الإجارات وتبسطها تطورات التكنولوجية بتضي قيمة جبيرة وبتساهم بشكل كبير جدا في المواجهة والتصدي للعديد من التحديات اللي بتواجه التنمية الحضرية سواء في مختلف المجالات بنتكلم على نقل بنتكلم على طاقة بنتكلم على مياه على صرف على تعليم على غيرها من الموضوعات كل دي ليبقى عندنا تطورها السريع بتساعدنا في المساهمة في حلها يضم المنتدى الحضري العالمي ما يقرب من 600 حدث يركز على توطين أهداف التنمية المستدامة وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية وأجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندات عالمية أخرى وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ نوصل معنا عدد المسجلين كان 37 ألف وده رقم الحياة غير مسبوك والأول مرة بيحصل وأيضا عدد المشاركين كمان برضو الحياة عدد كبير جدا على مستوى 282 دولة وده الحياة برضو رقم كبير وأيضا الوفود لشرفتنا وعلى مستوى رفيع نبدأ كلم على 75 وزير و96 تقريبا محافظ وطبعا الحفل الرئاسي اللي كان بتشريف فخامة الرئيس وعدد من السادة الرؤساء الحقيقة والحقيقة ممكن بييجي المنتدى الحضر العالمي يعني منصة أهمة جدا لنقل التجربة المصرية كلها وتبادل الخبرات مع كل الدول الحقيقة وبالأخص الدول الأفريقية مصر تجربتها في التنمية والتطوير العشوائيات هي التجربة الأولى في حياتها في العالم كله نقول إن إحنا مثلا في تطوير العشوائيات إن إحنا بقول الأول ما خدنا التكليف في 2016 كان عندنا 246 ألف أسرة عايشين في مستوى خطر على حياتهم على صحتهم على مالهم تخيلوا إن إحنا في خلال سنوات قليلة جدا في 2021 أعلننا مصر خالية من غير آمن يبقى إذا إحنا بنتكلم على قضية أو نجاح ما حصلش في عالم كله الناس كلها شافت مشروعاتنا المعمولة في التطوير زي مشروعات الأصمرات المحروصة معا المينيا جميع عندنا في 27 محافظة ما فيهش مشروع أو محافظة ما فيهش مشروع تنمية حضرية أو تطوير حصل فيها أو بديل للناس تعكس إقامة هذا الحدث في مصر الدور الريادي والاستراتيجي للبلاد على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام ويعد دلالة على التطور الاستثنائي الذي قامت به مصر في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة شكرا